السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة فايزة غالي ان شاء الله تكونوا بي خير وعلا خير ضمن تحضيرات الحلوية اللي عيد سيبقى نحط لكم بزف ديال الاشكال انتم ما كتختاروا اللي نسبكم و اللي يعجبكم من هاد النوعية للحلوية هادو ان شاء الله اليوم غدي نشارك معاكم اللي هي الحلوة ديال الهيلال ديال الكوكو ولكن كيميا قليلة ديال الكوكو بدون بيت اقتصاد ديال واحد دراجة ما كتصورش كتخرج لكم كيميا كتيرة فقط ب 125 جرام ديال الزبدة يعني نص ربعة غادي تعطين واحد الكيميا اللي هي كتيرة فابقوا معي حتى الاخر الفيديو باش شوفوا الطرق باش غادي نخدموا هاد الحلوية سهلا نحضرها في وقت قصير وفرجة لممتعات لكم ان شاء الله بسم الله غادي نحتاجه في المقادر 125 جرام ديال الزبدة ثلاثة لفرماجات من ثلاثين هنا خمسين جرام ديال كوكو مطحون مزيان من يل علاج الشكل هذا ايضا كاس عنبا ديال الزيت الكاس 140 مليلي لتر كيس ديال الخميرة الحلويات 50 جرام ديال سكور غلاسي وفانيا و500 المقادر ديالنا غادي نبداو ان شاء الله نضيف شوية ديال الملحة وغادي نضيف هذه الزبدة تكون بالحرارة ديال المطبخ دائما ذاك الكاس ديال الزيت كيما قلت لكم هاد الكاس را 140 مليلي لتر لكي يدي يعني ذاك الكاس العنبا اللي شوية ناقص 50 جرام ديال سكور سقيل او سكور غلاسي نحن نبغي نكتر السكور لان ما زال نفندها في السكور بجينا شوية العجينة ديالها ماشي حلوة بزة ما تجيش صامتة بالحلاوة وغادي نخدمهم زيان الزيت والمارغارين وايضا هذيك الفرماجات ونبقى نضيفه بالمقادر شوية بشوية اضفت هنا الفاني كيف ما شفتو كوكو هنا خمسين جرام ديال الكوكو عبرتها مطحون غادي نكتب لكم المقادر في صندوق الوصف ان شاء الله اضفتها غير كيمياء قليلة ولكن تجي فيها لوقو ديال الكوكو وكتجي رائع وكتجي شاشة وكتب في الفم والاهم انها بيدون بيض الناس لما بغوش البيض في الحلوة يديرهم بالنسبة لدقيقة عبرت 500 جرام ولكن ما غاديش ندخلها كلها العجينة تكون لينة تكون غير ما تلسق باليد وما تكونش قصحة يعني تكون رطبها العجينة وشوية انتموشتوا الطريقة باش كنخدمها اما ما كندلكش حاولوا عليها هالطريقة باش كنجمع الكميات اللي هما قلال بهذه الشكل هاته غير شوية شوية باش ما تدلكوهاش وصفي قد ندخل فيها الشوية ديال الدقيقة قاعد لي بقي في الجوانب بالنسبة للدقيقة هنا دخلت فيها 400 جرام قتليات قريبا 100 جرام ديال الدقيق وهذه 50 جرام ديال كوكاو يعني لما درتوش كوكاو راكد تديرو تقريبا 500 جرام اولا 460 اولا 450 هذا هو القياس المضبوط ديال وكيبقى على حسب نوعية الدقيق كلي كيشرب بساف وكلي شوية انتموشتوا كيجي على تشكل هذا ما تكونش قصحة وما تكونش مطلوقة هي 100 جرام لشطلية من نصف كيلو والطارقة باش كنشكلوها هي هادي ساهلة كنخدموها باليد ديال نارها طرية في اليد كنشكلوها على شكل هيلال كيف ما يمكن شكلوها على شكل غريبة إلا ما بغتوش تديرو هاد الهيلال هكا اولا على شكل أصابع كطوال ما يكون شوية لكن هكا باش معروفة هاد الحلوة هادي الحلوة ديال زمان محبوبة الجماهير كل شي كي يديرها كتبقى حلوة اقتصادية وناجحة مياه في المياه كتجيه شي شو كتدوب في الفم هانتوما هذه هي الطارقة باش كنخدموها غير كتنحربلوها شوية وكنعوجوها على شكل هيلال كنخليوه الوسط يكون غلط شوية هانتوما صافي انشكلتها على الطارقة هادي لبغتو انتوما تشكلوها على شكل غريبة اولا فكي بقى لكم الاختيار صافي قد نستمر حتى قد نكملها ان شاء الله بالنسبة فهذا اللحظة هادي حتى قد ندير الطاوة الاولى نعمرها وذلك شي اللي بقى نبقى نخدم فيها في هذه اللحظة نشعل الفران هي ماشي بحال الصبلي ضروري نسخنو الفران واحد شوية حتى يسخن هاد كننقصو لي عافية مهيلة لو كنديروها الطيب وبالنسبة لطيب ديالها كنطيبوها بطريقة اللي هي ما كنخليوهاش تحمر حتى يتبدليها اللون ديالها بمجرد كنطيب على عافية اللي شوية كتكون مهيلة ديال فران مجرد كتبدليها الحمورية من الجوانب في ذلك الرئيس اللي قاقصة فيك نحيدوها ونهبطها غير واحد تقريبا واحد دقيقة اولا كتأخذ واحد اللون دهبي شوية ونحيدوها يعني ما كان قوش تابعينها بالطيب ها في غدي نستمر حتى غدي نكمل وما شاء الله ركت تخرج كمية اللي هي كثيرة في هذا المقادر اللي هي قليلة كيف مشته بالنسبة للمقادر اللي خدمت انتو مشته قليل الى 400 جرام ديال بقيق وانتصارة بعد يلزبدة اولا مية وخمسة وعشرين جرام فرع أعطاتني 850 جرام ديال هاد الحلوه هادي هذا هو القيس اللي تحصلنا عليه الطواء عمراء وهدي فيها شوية وهنايا تحصلنا على 43 حبة تمام هذا هو القيس ديال العدد الحبات وراه درتهم انا كبار يعني لازلت نقصتهم شوية انها تقريبا كل محدة فيها 20 جرام ومن بعد ما طابت كتتتحمر هذا هو الطيب ديال اشوفوا التحتي ديالك يجي رائع وكتزيد تنفخ لان في هاداك الكيس ديال الخميرة الكيموية انا فهد طبسي هذا درت سكور غلاسي على هاد الشكل وكننحطها اهنا ما تديروهاش مليال الله تخرجوها من من الفران وديروها في سكور غلاسي ركا تدوب وكتولي كتمتص داك سكور غلاسي وكتطلع لها الزبدة ولي دم ديالها الفوق اللا كنخليوها حتى احتكت احتكت دفاع شوية اما الاخليتوا عود حتى تبرد تماما فراه ما كينسقش فيها السكور فضروري تركزوا البال مع هاد القضية هادي انا كنت خليوها شوية حتى الدفاع تبقوا تديرو فيها السكور غادي نجيب الصح نتقديم مباشرة ونقلبوها على هذه الجهة رشادة السكور انتم ما شفتو كيف ما قلت لكم ما تديروها شوية سخونة لان كيدو بدك سكور كيولي شفاف كيولي بحالة مخلط مع مع زبدة او لا باش حاجة بحالكة وعودتاني لاخليتها حتى بردات مثلا طيبتها في الليل وخليتها السباح ودرتوا له السكور را ما كيلسقش نهائيا فاحسن وقت هو مليك الدفاع شوية اتمنى ان شاء الله هاد النصائح يكونوا كيفيدوكم وكيهمكم ايضا غادي نستمر بنفس الطريقة بقى نقلب لي هاداك الوجهة ونغطيها بسكور غلاس ونقل نحيد وحده بوحده حتى غادي نسليهم كاملين بنفس الطريقة دبرة كيلسق عليها السكور ما غاديش يطلع عليها بما يضوبش فوق منها وغادي نستمر هاد الشكل هادا انتو مشتورة كيلسق فوق منها ما كي عودش يتحيد وخطخ لوحده تبرد كيبقى لاسق فيها وهذه هي الطريقة اللي خسكم تديرو صافي غادي نتلقوا في شكل نهائي من بعد ما غادي نسلي هادا الكيمية كلها ان شاء الله هذه هي الحلوة ديالنا ديال اللي هي لها الكجيرا اعاب هاد الشكل هادا انتم مشتو السكورة لاسق عليها الشكل ديالها رائع شيشة انتم مشتو كديرا خفيفة نهير سمعكم احدا من الداخل بكمية قليلة اللي هي ديال الكوكو تقريبا خمسين جرام فعطتنا هاد الشكل اللي هي كفتية وكت يعني كتفرتت وكتدم في الفم ما زال ان شاء الله نشارك معكم ديال الكوكو بوحدو اللي هي معروفة كنترفيها بزافة الكوكو وهذا هو الفيديو ديالنا اتمنى ان شاء الله يعجبكم ما تنسونيش من لايكات ديالكم وايضا سبرتجوا مع الاحباب والعائلة وفي مواقع التواصل وصلنا لنهاية الفيديو خليتلكم الراحة وإلى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة